السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي لاملاء للصفة الثالث متوسط هناخذ شون نفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع طبعا اللي يريد يروح على يعرف شنو موضوع همزة الوصل شارحة همزة الوصل وشارحة همزة القطع موجودات بقوائم التشغيل كاتب علي اللغة العربية للصفة الثالث متوسط وشارحة علامات الترقيم لأن تعليق من التعليقات قل لي سيف شرح علامات الترقيم واني شارحته موجود بكاتب علي اللغة العربية للصفة الثالث متوسط هذي قوائم التشغيل ها عيني فشارحة همزة الوصل وشارحة همزة القطع هسا شنو فيديو قصير ريد شون تميز بين لأنكو قسم من القلاب ما يعرفون شون يميزون بين همزة الوصل وهمزة القطع او انتول مرة شارحة من عندك تقرالي مرة سنة من السنوات جايب قائل لك عرف همزة الوصل وشن المواضيع الداخلة فهذا يريدك تقراليها تحفظها حفظ ها عيني هسا افتهمتها تقرالي قل لك عرف همزة الوصل وشن المواضيع وما هي المواضيع اللي داخلة بهمزة الوصل فهذه مواضيع همزة الوصل تقول لك بالأفعال وبالأسماء وبالحروف وكل منوح هاي همزة الوصل همزة القطع هي صفحة 82 اعتقد بالثمانينات هي اي هي اتشفو ثمانين هاي هاي الهمزة القطع موجودة صفحة 82 هم تقراليها تقولي تعريفها وشن المواضيع اللي تدخل عليها كانت مفتوحة او مضمومة طبعا المواضيع بالأسماء والأفعال والحروف وبعض الأدوات همزة القطع الفوقها همزة وكانت مفتوحة مضمومة هاي سراحة شراحة فشريد من عندك تحفظ لهمزة القطع وهمزة الوصل وشن المواضيع مالتها كش ماريد من عندك بس هذا اللي تجي على الفيديو مالتي يلا خليكو ياي زي شون اميز بين همزة القطع وبين همزة الوصل همزة الوصل همزة اه تقول لك ما الفرق بينه همزة الوصل وهمزة القطع ما الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع همزة الوصل همزة الوصل تكتب على شكل الف انتبه عليها همزة الوصل تكتب على شكل الف زي وهمزة القطع هسا تقول لهم تكتب على شكل حرف الف صح وياك لكن همزة القطع عليها همزة يأما مفتوحة او مضمومة او مكسورة انتبهوا ياي همزة الوصل بس يجي بس الف بدون كل شي همزة القطع تكتب عليها همزة يأما مفتوحة او مضمومة او مكسورة تعرف انت شن المفتوحة وشن المضمومة وشن المكسورة تمام زي تطيك مثلا تطيك هسا تقول لي نوبات يجينا بالوزاري او المدرسة تجيب لنا تقول لنا مثلا تطينا بدون ما تخلي الهمزة وياك كل شي وياك بس اسمع حبيبي شوف هذا صح وياك تطيك همزة وتقول لك ميز بين همزة الوصل وبين همزة القطع وايهما همزة وصل وهمزة قطع زي هسا نرجع على استمع تطينا لون الاحمر زي نقول استمع لما نريد ادخل عليها اقولها حرف الفا اقول لك فاستمع اسمع بس اسمعني فاستمع واستمع زي لما نريد لما نريد انطقها شاقل فاستمع انا نطقت الالف بس اسمعوني فاستمع ما قلت فاستمع قلت فاستمع واستمع ما نطقت الالف إذن هاي همزة وصل همزة وصل ما نطقت؟ الألف قلت فاستمع واستمع همزة الوصل هي همزة تنطق في أول الكلام ولا تنطق عند وصله بالحروف أعيد همزة الوصل أشي أقول عليها؟ أقولها هي همزة اكتب التويال هي همزة تنطق في أول الكلام ولا تنطق عند وصله بالحروف يعني إذا بالحروف مثل الوا والفا هاي شا قلت فاستمع ما نطقت الألف هنا ما نطقت الهمزة همزة الوصل ما نطقت ما نطقت حرف الهمزة زيان وياك خلينا نشوف على فرسل هذي هياتها فرسل اسمع ورسل أنا مو نطقتها قلت شوفوا شوفوا قلت فرسل فارسل 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 وارسل عاي مو نطقتها هنا نطقت الهمزة نطقت الهمزة هاي شنية هاي يقول عليها همزة قطع إذن شنية همزة القطع همزة القطع هي همزة متحركة تقع في أول الكلام وينطق بها همزة القطع هي همزة شبيهها متحركة تقع في أول الكلام وينطق بها فأرسل وأرسل هنا فاستمع ما نطقت الألف هنا واستمع ما نطقت الهمزة زي راح أطيك كلمات وريدك تبين لي يا هي همزة قطع ويا هي همزة توصل وخليك وياه شوفوا هذا استول المصدر مالتها استولى استخرج استعن استعانة هاي المصدر مالتها هذه همزة توصل لو همزة قطع يعني هذه همزة توصل زي هذه همزة توصل إذن شكريتاني همزة توصل همزة توصل هي تكتب هذي همزة توصل بدون فوقها أي شيء أو قلت الهمزة الوصل هي همزة تنطق في أول الكلام ولا تنطق عند وصله زي من أقول لك اقبل اسمع اقبل اكمل اقبل اكمل او اساعد اسمع او اقرأ ضع شوف هذي كلها هاي همزة قطع ليش همزة قطع لأنني قلت لك تكتب همزة القطع همزة فوقها أما فتحة أو ضمر أو كسرة وهمزة القطع هي همزة متحركة تقع في أول الكلام ينطق بها فينطق الهمزة بها هذا شون ما تعرفون بعض الطلاب ما يعرفون شون الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع ومثل ما قلت لك تحفظ المواضيع التعاريف مالتها والمواضيع مالتها ان شاء الله افتهمتوا هذا الفيديو وان شاء الله التوفيق